حان وضيفي دلوقتي خلانا نرجع تاني نحب رجل العصابة زي عدل أدهم زمان كده ومحمود الدقن ونرجع نفتكر انه ممكن تقف معاه ضد البطل وترجع تحبه تاني وتشوف انه عنده دوافع للشر ده الشر اللي في النص يدحكك فلسفة خاصة شوية في الكوميديا ما اعتقدش انه هو واخد منطقة الكوميديا دي من منظور غير منظوره الشخصي المصريين كلهم عرفوه في موضوع عائلي وكان غازي الناس كلها تفعلت معاه في الشارع وقعدوا يقولوا افهاته وكان الافهل شهير حبيبي حبيبي اللي كان بيقوله في المسلسل وكانت الناس يعني متفعلة كمان معاه على مواقع التوصل الاجتماعي وده كانت كلمة السر الجمهور المصري عرفوا بيها من خلال موضوع عائلي وارتبط بيه بشكل سريع جدا 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 في مسلسل موضوع عائلي اللي طبعا كان حالة كوميديا عظيمة عشناها شفنا كمان دخوله اللي دراما رمضان الموسم اللي فات في دور كان عامل جدل وقلق كبير جدا مع النجمة غادة عبد الرازق في تلتل تلاتة ويعني من ايام كمان كان فيه فيلم رهبة في السينما المصري الحقيقة انه النهاردة انا يعني سعيدة ان يكون في ديافة التلتسعة الفنان العربي السوري السعودي لانه الحقيقة هو يعني ماكس كده من مجتمعات عربية مبسطين جدا جدا انه النهاردة يكون معانا محمد القصف مساء الخير عليك مساء النور عليك وعلى جميع المشاهدين وشرف لي يكون على قناة مصر الاولى اهلا بيك منوارني بوجودك يمكن زي ما كنت بقول احنا كلنا شوفنا محمد القصف دور غازي في موضوع عائلي والشخصية الشريرة اللي هي في النص تحس ان انت ده بيدحكك وانت بتحبه وانت تحب الشر وتقف معاه ضد البطل انا عارفة انه البداية كانت قابلة كده بكتير ويمكن دي نقطة احنا ما بنعرفهاش قوي فيه ممثلين كتير وفنانين كتير بيعندهم مسيرة كبيرة من السنين مصرح وسينما لكن بيجي دور سبحان الله بيبقى رزق يسال الله تدق عليه في مثلا سوق زي السوق المصرية ده حصل معك فيه موضوع عائلي في غازي انا عايزة ابدأ من الاول السعودية والبداية كانت على المصرح في السعودية بص هي البداية هي الشغف اللي بدخلك الحتة دي انت دارس طن لا ابدا هي الموضوع انك بتحب تعمل حاجة مع الوقت بتكتشف هل انت تجيد الحتة اللي انت عايز تعملها او لا دي مش حتتك ودي الحقيقة انك بتبحث عن نفسك فانا كان شغلي من دوم مبيعات وفي المندوب هو تمثيل في الاول والاخر على فكرة انا تطنيعي انا بعتذر انا ماخد تون الصوت بتاعك انا مفوح انا حاسة انت عندك نبرت صوت مميزة اه فالمندوب مبيعات هو عبارة عن تمثيل انك تاخد مع العميل وتدي معايا يعني مثلا انت تكون زملكاوي تدخل على عميل اهلاوي فاضطر انك تقول له انت اهلاوي بتحب الاهلي عشان بقى انت طولت في مصر يعني خلاص دلوقتي بتشجع كرة مصرية وزملكاوي واهلاوي فكان المشوار صعب جدا ومش سهل لكن انا بظن نفسي انه كنت محظوظ بناس كتيرة كويسة ناس تعلمت منها ناس اشتغلنا مع بعض كان مشوار يعني كان فيه دائما حاجة جديدة اللي هو مثلا احنا مثلا 2005-2004 انا في التواريخ زي 2004-2005 الاستاذ تامر الصيخان معنا نزلنا مسلسل على اليوتيوب ودي حاجة ما كانش اصلا موجودة انا نزل مسلسل على اليوتيوب مدته دقيقة الحلقة وكون الحلقة مدتة دية برضو دي ما كانتش ايه اه معروفة ده خدنا الحتة تانية بقى ده من بعدي بقى لدرجة ان الواشنطن بوست اياما جيت وقالت لا في سعوديين بيعملوا مسلسل على اليوتيوب يا جماعة ومدت الحلقة دية بعد كده عملنا الحتة دية على القناة NBC وكان عندنا مسلسل في رمضان مدت الحلقة ثلاث دقائق في قبل طاش مطاش اللي هو يعتبر المسلسل المشهور الاكتر في السعودية والجمال في التجربة دي ان كانت سواء من ناحية النص والاخراج والمسين حاج دي 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 عالجمهور ما كانش بتعود عليها انت من الاول كنت واخد لاين الكوميديا ده او حاسس انه ده الاقرب لك لانه احنا شفناك في كوميديا وبعدين شفناك في دراما وتراجدي مع غد عبد الرزق ويعني كان موضوع هنتكلم عنه هو ده كان المتاح وقتها وكان ايامها مثلا اي حاجة لازم تعمل لازم تكون كوميديا عشان توصل للناس لكن انا دايما عندي قناعة ان انت لازم تعمل يعني انا بالنسبة لي انا مش بحب اعمل كوميدي ولا تراجدي بس لا انت كوميسل لازم تجرب كل حاجة ودي موهبة للفنان او اللي ربنا الهدية للدهال وانه انت كل يوم في كل عمل بتعيش حياة شخص اخر سواء كان شخص سيء او شخص كويس او شخص بيدحك او شخص ببكي فهي دي العطاء اللي انت لازم تستغل الفرصة دي ملامح يعني الفنان بتحطه في ادوار معينة او بتحطه في شخصيات معينة مقتنع انت بدا ولا لا بص في البداية بيكون الموضوع صعب فانت بتختار المتوفر او بتتحاول تتأقلم مع المتوفر يعني في الاخر بقى بيجي بقى المنتجين بقولك بص لا ده وشه تاريخي خلينا نحطه في الحديث وهنا صراعك يبقى مع السوق مع المخرجين ومع المنتجين لا يا جماعة انا ممثل انا ممكن اعمل اي حاجة انا بحبها اللي هو وده اللي انا حاولت اعمله من الخروج من موضوع عائلي لتلت التلاتة اني لا انا بحب اعملت رجد وبرضو ده عملته يعني مثلا عندنا في السعودية فيه مهرجان اسم مهرجان افيلام السعودية بعد مشوار طويل في الكوميديا انا دخلت لكنا عملنا فيلم اسم المغادرون فيلم تجريبي سوداو او خلينا نقول الفيلم طبعه شوية سوداوي عن راجل عاوز ينتحر وكذا وربنا وفقني وخدت جائزة افضل المصر على الدور ده هنا انا بدأ عندي شعور اكيد اني لا انا ممكن اعمل حاجة غير كده وده اللي شجعني اجي هنا مصر واشكي مهرجون كان في 2017 تقريبا صح والله صح طيب مسألة الانتقال ما بين المصرح والدراما والسينما ووجودك في المجتمع السعودي وانت اشتغلت كتير دراما سعودية وبعد عدد من السنين ما هوش قليل دخلت الدراما المصرية اتأخرت في الخطوة دي وليه ما جاتش قبل كده شوية بص انا بقالي 20 سنة في الدراما السعودية سواء من مسرح الى تلفزيون الى سينما الدراما المصرية انا بقالي 12 سنة بحاول ادخل المجال وكان فيه يعني ليه اصدقاء مخرجين مصريين وممثلين مصريين مثلا الاستاذة فيفي عبدو انا اقولك دي كان ليه معاها ذكرى كانت بتسجل بتصور كده النساء في لبنان وتعرفت عليها وانسانة عظيمة جدا وخلاص ومش عارف ايه وتقابلنا ايضا مع مخير لكن الفرصة ما تكملش لغاية اني جيت هنا في يوم من الايام وخلاص التصوير بكرة والمشروع توقف بعد 12 سنة اشتغلت في موضوع عالي انا كنت بس سأل السؤال ده واحيانا احنا بنتسأل مع ربنا طب ليه يا رب انا بعمل كل حاجة طب ليه ما بفقتنش في الخطوة دي وكأن ربنا بيديني رسالة اني لأ ده وقتك يمكن انا لو دخلت قبل 12 سنة ما كنتش ناضج او دخلت في مشروع مش هيكون بالشكل ده هو ربي حطيني في مشروع موضوع عائلي نص جميل ويش هو كان حلو موضوع عائلي على الناس كتير جدا جدا فيمكن انا لو دخلت قبل كده محمد ردوان برضو من الادوار اللي يعني كللت مشواره الفني روضان حريقة في موضوع عائل تخيالي والاستاذ انا تعلمت يعني من صبره ده تعلمت حاجات كتير والتجربة بنفسها اديتني رسالة ان ربنا هو بديك الوقت هو عارف انت انت اشتغل واجمل كلمة انا سمعتها اللي بقولك الحظ الحظ هو عبارة عن عمل دقوب توقتيه فرصة انت اشتغل الفرصة هتيجي بس انا منتيجي الفرصة استغلها كويس وده اللي حصل في موضوع عائل وبرجع اقولك انا يمكن لو قبل 12 سنة او 10 سنين دخلت مصر لكن عملت عمل الجمهور قال لا ده مش مش عايزين يشوفوا تالي مرة انت دايما بتتكلم على انه بشوف انت موجود على موقع التواصل الاجتماعي اكرم توني بلوت فوكو طول الوقت انت ممتن لكل الكروهات اللي اشتغلت معاها اللي وراء الكاميرا وكل الزمل الفنانين والنجوم وده نقطة مهمة السوق المصري على قد ما هي شوية تخوف لانه الجمهور المصري اه يعني يعني يا يحبك زي ما حصل معاك بشكل كبير يا عادي يا هتروح وما تعلمش معاهم انت شايف دورك كفنان لما ده يحصل معاك وتنجح بتعمل ايه للاجيار الاصغر بقى منت هنا بقيت نجم بعد موضوع عائلي وبطولة قدام غدا عبد الرازق وغدا عبد الرازق من النجمات التقال في السوق المصرية وبعدين فيلم شايف ازاي انه الفنان دايما بيبقى عليه دور للي جاي وانه لما بيقى معاها حد جديد يدعمه ويعني يدينه مساحته طيب هي نقطتين بالنسبة اللي اكرمتونا دي حاجة انا لازم اقولها يعني لازم اقول شعب مصري الفناني المصريين اللي اكرموني يعني فيه ناس كتير بعتتلي مسيجات او اتكلمت معهم وشفتهم في قالوا كلام هو مش مطلوب منه ان يقول الكلمتين دول او حتى يتصل بي فدي دي لازم تقولها الشقة التانية من السؤال الجيل الجديد ده انا بشعر فيه مسؤولية دايما احنا تجاهه عشان انا في يوم من الايام كنت هنا انا في يوم من الايام كنت عايز انا ببحبش كلمة دعم هو بيدعم نفسه وكلمة دعم بدأت تبدو كتفضل او كمنية لا انا دلوقتي مثلا مخلص فيلم مبارح اللي هو الصوت المبحوح ده عشانه هو مشروع التخرج لمجموعة طلاب والطالبات في معهد السنة فيلم قصير 15 دقيقة للاستاذة مونيرة السيسي هي المخرجة بعتتلي على الفيسبوك قلتليها بعتلي الناس شفت الناس جميل يلا نشتغل انا بشوف الفرح اللي بشوفها في عينيه انت بترد بنفسك على الفيسبوك مش عايزة اخرج من الموضوع بس عايزة ااكد على النقطة انا في وسائل التواصل الاجتماعي انا قليل التواجد يعني مش كتب بس انا اللي برد يعني ما بسيبش حد يرد عني او شركة تمسك وهي تبدأ ترد لا بحب انا انا اكلم منها ورحت الولاد في معهد السنة رحت الولاد عايزك تحكيلي عن كواليس لقائك بيوم لانه اللي بيتخرج ده مجهود عمره كله في مشروع التخرج صح لما وفقت ورحت لهم شفت ايه فانيه الفرحة بص الناس دي اولا لما بتشتغل انت عارف انك الناس ما بتشتغل تشتغل فانيه هو لا همه ربح ولا همه خسارة فبتلاقي الكل شغال بقلبه يعني مبارح هي كانت خلية نحل اللوكيشن احنا صورنا من واحدة بظهر لغاية تاني يوم تسعة الصبح النهاردة فيه تعب فيه بس فيه 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 عشق للمهنة الكل بيشتغل من قلبه الكل حابب يعمل حاجة كويسة وده مشروع التخرج ده يعني انا بالنسبة ليه هو يوم لكن بالنسبة ليهم ده عمر ده اللي حيتحدد عليه تخرجه والحاجات اللي حيعملها بعدين فلازم انا اكون قدي المسئولية دي مش بقولك هو الموضوع مش تفضل الموضوع مشاركة وانك تشارك حد حلمه دي نعمة اما تشوف الفرحة بعينيه دي دي حاجة من ربنا ده هي كلمة شكرا لله سبحانه وتعالى لكن بطريقة تانية الناس دول انا ممكن وخليني اكون منافق خليني اقولها الناس دول باشتغل معهم عشان بكرة اما يكبروا وانا اكون عجزت يفتكروا الراجل ده اللي اشتغل معانا فيهم الايام ودول بقى خلصت منهم بكرة عندي تصوير مع شباب برضو عاملين كده حاجة صغيرة الاستاذ ميلاد كمال وامراته عاملين مشروع صغير انا ناس اسمه في الموبايل فمسلسل كده عاملين على اليوتيوب بتاعة ثلاث دقائق الحلقة او خمس دقائق عن قصة حد اعمى احنا منشوف العالم من نوع من العمل اللي يصبي حبيت الحدودة جدا وبكرة حسجل معاه انا حبيت اوي الحكاية اللي انت حكيتها دلوقتي سواء عم معهد السنم او كمان المشروع الجديد على اليوتيوب والشكل المختلف ده بعيدا عن المسلسلات الطويلة سواء احنا منكلم على المنصات وده دلوقتي بقى الدارج مسلسل عشر حلقات ومسلسلات على اليوتيوب ومدتها قليلة شايفوا ازاي وبيخدم الدراما ولا بينتقس منها انا بشوف ان المنصات عملت جميلة وحاجة جميلة جدا اللي هي خلاص ما فيش بقى 30 حلقات يعني ليه اللي يقولون 30 حلقات دي الميزة الاولى اللي بشوفه انه مش كويس ان المنصات بتفرض عليك بتروح تجيب لك مثلا فورمات مسلسل هندي ولا اجنبي وبتقول لك تعال اعمل زي سعودي ولا مصري ليه ليه يعني بقول لك ازمة كتاب انا بالنسبة لها ما بشوفش ان الموضوع ازمة كتاب خالص ازمة منتجين فيه كتاب انا بشوف هنا بصي انا من برا مصر واول اسبوع عادت هنا قابلت كتاب عندهم مشاريع ايه المشاريع الجميلة دي بس المنتجين مش عايزين فيه كتاب عندنا في الوطن العرب مش بس في الوطن العرب بس خلاص ليه انا جيب فورمات مسلسل هندي مثلا ده لا يمت مثلا اعاوز يعملوا مصري او يمصروا خلينا نقول ده لا يمت في مصر بصلا ولا في من الشخصيات ولا من الحديوتة مصرية ولا احنا متكلم على سبع تلاف سنة انت عندك تريغ سبع تلاف سنة انت عندك قصص انت ممكن اللي برا يجو ياخده منك فانت شمعنا تروح انت تاخد من برا وده عندنا برضو في السعودية في الخليج وفي السعودية وكذا لازم نهتم بالحواديد بتاعتنا اللي ليه طعم وزاق مختلف واكيد حيشدنا اكتر من اي حاجة بالزبط بالزبط احنا نبحث عن البساطة ليه انا اروح اه سيبني ساكت انا دروح اروح خاصة ونرجع نكمل كلامنا بعد الفاصل عندي ليك وهداية طب عظيم مش اوكي نروح فاصل ونرجع نكمل كلامنا مع النجم محمد القس رجعنا مع حضراتكم ومكملين صهرتنا مع النجم محمد القس مزيج ما بين المجتمعات وانا شفاك دلوقتي داخل لنا بقى قهوة سعودي اه انا مفكرك طبعا بص انا وطمر بقى القهوة دي انا بعملها عندي في البيت الهوة السعودي دي حاجة ولازم ادوقها لك بقى ايه الكرم ده احنا المفروض نضيفك دي بص احنا احنا تعلمنا الكرم واحنا وطن عربي احنا كلنا كرم اه وطن كريم فدي انا بالنسبة ليه المخرج عايز قهوة كمان المخرج عربي طب ما كانش قال لي سعودي قهوة سعودي يا استاذ اه دي بقى ليها تكنيك خاص في طريقة العمل القهوة انا بالنسبة ليه بستمتع جدا وانا بعمل قهوة البيت ريحة القهوة البيت يعني انا بحب 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 بسمي اني ابخر البيت بالقهوة اشترك طبعا دي ما يتحط لهاش سكر خالص ودي بقى ايه شكرا مع البلح الناس اللي تحب فالقهوة السعودية دي انا بالنسبة ليه يوميا دي انت عايز سعودية وانت عندك كم سعودية جيت السعودية وانا عندي تقريبا خمس سنين اه خركت من حمصة يعني وانت طفل تقريبا اه بص انا حمصة بس مولد دمشق احنا حمصة عندنا زي الصعيد عندكم صعيد يعني اه من صعيد سوريا اوكي اه فمولد دمشق وجيت السعودية وانا عندي خمس سنين المسجمة بين المجتمعات العربية سوريا والسعودية اه فدك في ايه اثر فيك ازاي بصي اصلا انك تعيش في السعودية السعودية في تنوع كبير في الثقافات. يعني مثلا في المدرسة هتلاقي جملائك والله باكستاني لبناني فلسطيني سوري أردني سوداني يمني التشكيلة دي الوحديها بس وانت صغير وانت عارف الطقل بيمسك على طول بتلقت معه الحاجات سواء لو كلمة فكذا. فانا من صغري متعود مثلا اسمها الفلسطيني والأردني واللبناني. فوانت صغير بتكبر بتكلم شوية أردو اللي هو الهندي أو الباكستان ومغازي بقى وكنت بتكلم كزا لغة في موضوع عقب. جافتني بغازي جافتني بغازي. يعني بغازي هو راجل محدش شعرت بغازي. القهوة بس القهوة لازم أشكرك على القهوة. القهوة عظيمة الصراحة. صحة صحة. انت عارفة بس تتخلص تعمل ايه؟ عامل ايه؟ حط تاني. لا بس هو بس تتخلص القهوة فدايما في المجلس في حد واقفه معا الدل ومعا الفينجان تديله الفينجان. لو مش عاوز لازم تعمل له كده. بس الهزة دي. فغازي انا استفدت من الحاجة دي في حتة غازي انه الراجل ده ما حدش عرف هو من من فين. فممكن تكلم تلاقي كلمة فرنسي على كلمة انجليزي على كلمة سوري على كلمة لبناني على كلمة سعودي. الخليط ده هو اللي خلى غازي غازي. محمد القصر بعد موضوع عائلي. ايه اللي بالنسبة لك كان فارق. قبل موضوع عائلي وبعد موضوع عائلي. كل حاجة. يعني موضوع عائلي. انا كلام هو سيبدو كاني بعيده كتير بس هو جواز الفن في مصر. موضوع عائلي. وانك تدخل مصر دي حاجة مش سهلة جدا. يعني انا جيت هنا. موضوع عائلي هو اللي خلاني خلاص اقعد هنا. وحكمل. عوه يعني أنت مستقر دلوقتي تم الات شقة. اه انا عقادت غلوبتم ملقة شقة ومعدي نشوقة في مصر؟ لها عشان عند كنت من مشكلة نعم عندي طانين في ggaوùng فالأماكن فيها زح ما بتناسبنيش فرحت سكنتي في زايد. حتة كده بعيدة ورايقة. بس بعيد عن كل حاجة. ابقا أصحابي بقا вход في التجمع. اقت違وط ومدينتي في ناصر فدول بقا ممكن اشوفهم في trước ومرا مشكلة في أكثر الحاجات اللي أصارت فيك لما نزلت الشارع بعد موضوع أقلي والناس بقيت عارفاك التعليقات من الناس المصريين وأنت ليك فيديوهات كتير على مواقع التواصل الاجتماعي بتكلم عن المجتمع المصري بوجودك في المجتمع المصري أكثر حاجة لفتت نظرك في الشارع المصري وصي هو في الأول أنا عايش في المجتمع المصري في البيت أنا جزختي مصري محمد فوزي سرور أوجهله من بلطين من كفر الشيء الراجل ده عمل لنا حالة مصرية في البيت طبعا هو جزختي من 25 سرع تقريبا بس أما تيجي هنا وتعيش في مصر تشوف المصريين تختلط بيهم حاجة تانية غير اللي ممكن أنت تشوفها بره أول يوم عيط وأنا نزل الشارع اللي هو الناس بتسلم وحبيبي ومش عارف إيه وغازي بتتصور ما كنتش بتوقع خضيت أعا ما كنتش منتخي وأنا ضعيف أمام الحتة دي محبة الجمهور المصري دي حاجة أنا مقدرش أوصفها يعني ومهما تكلمت عنها حيبدوا الأمر كليشي كتير بس دي حاجة بينه بالرب يعني فبدأت تدخل أدخل بيوت مصريين أعود معاهم أشوف من كافة مثلا أنا فطرت عند مدير أعمالي الأستاذ زيكا خدني الفطار عندهم في البيت حاجة غريبة جدا كانت فور طعمية يعني لا هو يعرفني أنا بحب الطرب الطرب في مصري ينهار بيض ينهار بيض هو أكرمك شوية ده مش الفطار المواصلي آآ آآ جدا والمالوخية الحاجتين دول أنا ضعيف أمامهم جدا ألفانة طب عاين نروح لتلتة التلاتة وده كان عامل قلق في رمضان وكان معك تلاتة غدا عبد الرزق يعني هو أصلا يعني دعقاب واحدة صعب صعب يعني واللي احنا شفناه وشخصية فريدة وشخصية أمجد كانت شوية تتعاطف معها وشوية تحس انه لا يستاهل اللي بيحصل فيه ومشاهد كانت مرعبة يعني المشاهد بتاع انه يدفن حي ده لما سبيته في القبر وقفلت عليه احكي لنا شوية عن كواليس تلتة التلاتة كامو وتجربة الخمستاشر حلقة في رمضان وأصلا دخول مصر حاجة ودخول الموسم الرمضاني حاجة تانية ورد المنافسة فيه بتبقى قوية يعني أنا هنا عند اتنين عندي غادة عبد الرازق ورمضان يعني أستاذة غادة عبد الرازق أصلا كون انه في عمل وبطولة مع الأستاذة دي ده لوحده تحدي كبير وهي يعني انت بصي انت تتكلم شفتي انت وانت ماشي بالشارع في عربيات بتعدي جنبك بتلاقي في طفل صغير واقف برا غالبا طفل بيعملين بيبص كده من الشباك بيحاول يستوعب العالم بيحاول ياكل العالم بعينيه يشبع منه دي بقى مرحلتي مع غادة عبد الرازق هو فعلا انت بتحاول تتشبع تشوف هي مجرد عالم غادة مش انسان عادي يعني هي عالم فتدخل معها وتدخل معها التحدي وهي شخصية طبعا هي التلاتة غادة عبد الرازق مش واحدة وانا كنت اقولها وكان في بيننا تحدي بقولها بصي انا هخلي يعني الناس هتتعاطف مع عمجد وهي بتقول لي لأ اوش عالف ايه ليه طبعا وهو كلام فني بس الفكرة فينا انا كانت وجيت ايه حاجتين اني اطلع من جو الكوميدي اعمل حاجة وامجد انا بقول لهم دايما احنا بنشوف لو هو شرير الشرير بنشوفه بيعمل شر 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 في اخر العمل بيلقى جزاؤه الراجل ده بيتعاقب من اول العمل لاخره هو انسان الشخصيات في العمل ده كلها وقعت تحت ضغط وكله اخرج اسوأ ما لديه فاحنا عمالين نشوف البشر وقد ايه ممكن برضو يوريك انه غلطة واحدة تدفعت حياتك كلها تماما بسها حتى نصلح تماما الراجل ده الغلطة اللي غلطتها هي غلطت ومش عارف مين غلط كل اللي في المسلسل ده غلط هو مجموعة اخطاء احنا نخرج بيها طب تربية التوائم رجعنا بقى نشوفنا السيرة الزاتية بتاعت الاب الاب عمل ايه والام وتربو ازاي والله العظيم جيه خلني كده على جنب والمسلسل بيتعرضه احنا كنا دخلني في القوضة عنده ندى المساعد اللي لو سيد صلاح عايزك قال لي كلمتين بينه وبينه والله انا كل شوية هقولك خلاني عايط الراجل ده عظيم جدا انا بوجيه له تحية فارجع المسلسل تلت التلاتة انا متعب جدا هو اصلا نفسي وشغل الممثل فيه الاكشينات فكان الحتتي اني لازم الاكشينات بتاعتي تختلف العياط بتاعي يختلف لانه كل شوية هي بيتفاجأ في حاجة الشر بتاعه لو لما بيعمل حاجة احيانا غصبا عنه غصبا عنه تعاطف الناس معه وبعدين بص هي حلقة بتعاطفه معه حلقة التانية بكرهه حلقة بتعاطفه معه لت الجدل ده انا اللي شفته بعينه الجمهور بعد كده جدا حبيته والحمد لله انه وصل الحمد لله يعني الحالة المجتمعية اللي كانت في اختلاف على موضوع نتعاطف مع امجد ولا لأ وكنت بتشوف ده على مواقع التواصل الاجتماعي وزي ما انت بتقول كان فيه ميمز كتير معمولة على انه ده بيتحاسب من اول حلقة لحد اخر حلقة احنا بنتعاطف مع الناس توكسك والرجال على وجه التحديد بصي هو احنا احنا كبشر اختلاحنا بدير يا كله نحب التوكسك مش عافين لهم احنا بنعاني منهم نحبهم بس عندي فكرة انا اني انا ما يقولوني دور شر انا ما عنديش حاجة اسمها دور شر ده انسان ده انسان الانسان ممكن يعمل شر وممكن يعمل خير تحت الضغط ممكن يحصل ايه في الموقف ممكن يحصل ايه انا بالنسبة ليه ممكن اعمل عمل انت تشوفيه شر انا دائما كنت بلوم احيانا وانا بتفرج على الناس بقول صاحبي ده عمل كده ليه ما يصحش طب دي عملت كده ليه والله العزيزي ويدور الزمان واقف في نفس المكان اللي هم واقفين فيه واروح اعمل خطأ اسوأ من اللي هم عملوه فاحنا احيانا منحكم على الاشخاص بانهم شر او مش كويس شر مطلق او خير هو احيانا انت ممكن ربنا يحطك في حتة تروح اعمل حاجة غصبا عنك بس الاخرين عشان كده انا بطلت اصدر احكام ليه ليه احكم عليك اقول والله بص بقى هي مفروض ما عملتش كده انا ممكن لو ربنا حطني في الحتة بتاعتك انا ممكن اعمل اسوأ ودي يمكن الحتة اللي استفدت منها بالتمثيل ان تعال لا ده انسان ده انسان وبقى ما فيه الشر اللي هو خلاص يعمل كده من اول عمل لاخره هو عمل كده وسوف اقتلكم جميعنا دي الليلة ما ما فيهش طيب دلوقتي احنا عندنا فيلم في السينما فيلم رهبة احكيلي بقى السينما اخبارها ايه والفيلم معك احمد الفشاوي يعني مجموعة كبيرة في الفيلم تجربة حلوة جدا اول تجربة ليا سينما ايه انا بحب اعمل حاجات جديدة بحب اعمل يعني اغيره استاذ احمد الفشاوي انسان اصلا بحبه شخصية وحبيته اكتر اما تعرفت عليها اكتر احدوتها كده غريبة وده اللي لفت انتباهي في الحدوت انها غريبة مش مطروقة يبقى الحكم للجمهور انها الغرابة اللي فيها حلوة ولا مش حلوة الحمد لله اللي انا سمعته لحد الان حاجة حلوة الشخصية هي طبعا ضيف شرف بس موجود في كل اجزاء الفيلم الناس حبيتها يعني انا رحت السيمة ولبست كمامة ونظارة ودخلت انا بحب اتفرج عالجمور اسمع هما ايه اللي بدحكهم الناس دي لانه ممكن انت تشوف تلات اربعة في الشارع هما بيحبوك فلو حتى عملت حاجة واحشة يقولك ايه عم انا بحبك فتأخذك العزة وبالاثم فتروح تعمل حاجة سيئة لا انا دخلت بالسيمة وعدت اسمع الناس ايه اللي بدحكهم ايه اللي فكنت جدا مبسوط لردود الفعل وبس مع وانت احيانا في السيمة احنا بنتكلم مع بعضينا يعني فتلاقي تكلم على الفيلم ونتكلم على الممثلين صحيح فدي ردود الفعل اللي انا لسه دي تجربة اولى لسه فيه وراها ان شاء الله تجارب اكتر وحارجع خش للسيمة واسمع الناس بتحب ايه شغالة على ايه دلوقتي ايه الجديد في المصر على وجه انا هي هي فيه مسلسل ان شاء الله حلوة جدا انا بحب الناس اللي شغالين في المسلسل ده وفيه فيلم برضو تاني وفيه مشروعين برضو لطلاب سيمة ما شاء الله اه طيب اخيرا انت ليك ما تسميه بحمصياتي اه بتكتب وانا شايفة ما شاء الله اللغة العربية يعني ده زمان قوية احب اللغة العربية نعم ووجودك في المجتمعات اللي انت عاشت فيها والسعودية وسوريا على وجه التحديد خلي عندك اللي حتة بتاعت الكتابة دي ولا هي حب للفن عموما الكتابة هي كانت حالات بتجيني طبعا انا مش كاتب بالاخير هي خواطر يعني احيانا بتكون شعر احيانا بتكون نثر مقفة بقى بحب الحاجات دي بحب كنت او يمكن انا بعد ما عدت الاربعين بطلت عن الحاجات دي والله مش عارف بمناسبة الاربعين بقى وان انت اعزب لسه عدت الاربعين واعزب ايه الموضوع ده ايه عادي عادي اه فيه ناس عمرهم خمسين لحد الوقت ما تجوزوش هي الفكرة ان احنا دايما عندنا السؤال ليه ما تجوزتش اه اه والمعجبات اخبارهم ايه في الموضوع ده الحمد لله مش معجبات انا بعتبرهم اهل يعني وحبايب اه بص اصلا اما يجي حد يقولك انا بحبك دي لوحد ديها حاجة حاجة حلوة يعني انا حاجة من ربنا بتعتبرها ان ربنا بطلطب عليك في حتة من الناس يقولك والله انت سعدت ودي احلى حاجة يقولك والله بص انا كنت مودي خلاص اخره وما كنتش طايع اشوف حاجة فاتفرقت فاشوفتك فلقيتك انت دحك تيري وكذا دي دي تساوي الكثير صحيح والكوميدي على وجه التحديد يعني فن فيك كتير من البهجة والموتع للناس كلها اه جدا انا عايز اختم معاك بقى تقولينا يعني الجملة الشهيرة اللي كلنا بنحبها لغازي يا حبيبي طب بص اعطيكي غيرها تفضي خلينا نقول مثلا بيت لنزار قباني تفضي في بيت بحبه قده من قصيدة عيناكي دي غناها خلد الشيخ سنة التسعين تقريبا او واحد تسعين بيقول انا انسان مفقود لا اعرف في الارض مكاني ضيعني اسمي ضيعني دربي ضيعني اهن عنواني تاريخي ما لي تاريخه اني نسيان نسياني اني مرسات لا ترس جرح بملامح انساني ماذا اعطيكي اجيبيني قلقي شكي غثياني انا الف احبكي فابتعدي عني عن ناري ودخاني فانا لا املكه في الدنيا الا عينيكي واحزاني يعني انا من عشاء نزار فسعيدة بالبيت ده واعتقد ان احنا ممكن نشوفك في اعمال تجيد اللغة العربية لانه الفانالين دولا بيكونوا مش كتير الفانالين اللي بيجيد اللغة العربية عشقي يا ريت يا رب فيهم من الايام اعمل حاجة بالفصحة عشقي عشقي ان شاء الله يعني مزيد من النجاح والتوفيق انت اسعدتنا النهار ده بوجودك شكرا ليكي شكرا على الاهوة شكرا يعني اكرمتنا شكرا جزيلا تمتعنا بوجودك معانا الفانان محمد القص شكرا جزيلا على وجودك معانا في التفاعة شكرا ليكي كده مشاهدينا وصلنا معاكو لاخر حلقتنا يا رب تكون كانت حلقة خفيفة على قلوبكم ودايما نشوفكم على الفقير سلام عليكم